الثامنة بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينيتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد رئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة حجد الرأي العام لمواجهة تحديات المياه بالنظر لزيادة السكانية وقال رئيس السيسي خلال حضوره فعليات الجلسة الخاصة بالأمن المائي والغذائي ضمن فعليات اليوم الثاني لمؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز قال الرئيس السيسي إن الدولة تحتاج إلى مليارين متر مكعب من المياه سنويا لمواكبة الزيادة السكانية وأن مصر بحاجة إلى 150 مليار متر مكعب مياه خلال العام 2040 مع زيادة السكانية الكبيرة وخلال فعاليات جلسة التحول الرقمي وحوكمة قطع التموين ضمن مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز أكد رئيس عبد الفتح السيسي أن الدولة تعمل على إضافة أربعة ملايين فدان للأراضي الزراعية خلال الأربع سنوات المقبلة وقال الرئيس السيسي إن الأربعة ملايين فدان الجديدة ستوفر فرص عمل لنحو ثماني ملايين أسراء وخلال الجلسة أيضا أكد رئيس السيسي أن السوق العالمي يستطيع استيعاب كل ما نقدمه من كوادر مؤهلة في مجال تكنولوجيا المعلومات وأشدد رئيس السيسي على ضرورة تسويق فكرة قطع الاتصالات وصادرات الرقمية في مصر للاستفادة منه شبى حريق ضخم بمدارية أمن الإسماعيلية صباح اليوم وقامت قوات الحماية المدنية بجهودها لإطفاء الحريق حيث تم سيطرة عليه وإخماد الحريق وأعلنت وزارة الصحة والسكان رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة الإسماعيلية لاستقبال أي مصابين جراء حادث الحريق وقامت الوزارة بالدفع بنحو 50 سيارة إسعاف كاملة التجهيز إلى موقع الحريق فور تلقي بلغات حدوث الحريق مؤكدة توفر جميع أدوية التوارئ وفصائل الدم في مستشفيات المحافظة وأشارت إلى أن سيارات الإسعاف قدمت خدماتها الإسعافية لـ 12 مصابا وانصرفوا من موقع الحادث فيما تم نقل 26 حالة إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن أوكرانيا رغم أن تقديم المساعدات إليها تم استثنائه من اتفاق لانتجنب الإغلاق الحكومي وقال بايدن في مداخلة من البيت الأبيض إن هناك شعورا سائدا بالحاجة الملحة ليقير الكونغرس حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا في الأيام والأسابيع المقبلة لدعمها في مواجهة العملية العسكرية الروسية ولم يتضمن الاتفاق الذي توصى إليه الكونغرس مؤخرا لتجنب إغلاق المؤسسات الفيدرالية الأمريكية أي مساعدات جديدة لأوكرانيا في زمن الحرب وذلك بمجاب تسوية بين الديمقراطيين والجمهوريين الداعين لخفض الإنفاق من جانبه أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الاتحاد سيزيد دعمه العسكري لأوكرانيا وقال بوريل في مؤتمر صحفي خلال زيارة إلى العاصمة الأوكرانية إنه في مواجهة تهديد وجودي لأوروبا فإن الاقتراح المطروح على الطاولة يظهر أن الاتحاد الأوروبي يريد زيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أكثر من مائة ألف لاجئ وصلوا إلى أرمينيا منذ العملية العسكرية الأذرابجانية لاستعادة السيطرة على ناجورنو كارباخ يأتي هذا في الوقت الذي وصلت فيه بعثة تابعة للأمم المتحدة إلى ناجورنو كارباخ وذلك للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود لتقديم الاحتياجات الإنسانية في وقت لاحق قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأذرابجانية إن البعتتات تفقدت نقطة تفتيش عند حدود كارباخ مع أرمينيا ختم موجز الثامنة عودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يومصر بعد الفاصل